الخير بس لو سمحت توقف بس تنقدر ماشي الميكرو تفضل حق مساء الخير مونير رافع عن الجبل ينطفد اول الشي جماعة السلطة كل مرة كل مرة نفس الكلام يعني شريطوا عبتعدوه بتفزوا علينا بتوعدونا وخصصها من الانتخابات كحزب اشتراكي كقوات لبنانية بتحضرتهم طيار الوطن الحور كلكم نفس الكلام مساجلوا دائرة هاي وحدة ما بص يعني عايب عليكم بعد تترشحوا عايب قعدوا بالبيت هاي وحدة ناين استاذ مارك انا اول واحد انجلت عالصورة انا اتلت عصيب للصورة انتو جماعة ماشي في ناتو انو نازلت تتلشح باسم الثورة انتو نحنا منعرف انو الناس اللي نزلت عالصورة والقاتلت وانضربت نحنا منعرفهم فردا فردا وين حضرتك كنت كنا للتق نحنا وياك نحنا دللنا للوحد ونص نشتغل للوحد للوحد الصورة يا بلايح يا بلايح تاين في ناس من السلطة مثل ما كان دفعت مصاري لتفرق الصورة وانت بتعرف منهم ما احكي انت بتعرف مين الناس واحد منهم انا من انا بعرف انا بعرف جلت تفاصيلة انت واحد منهم وغيره واحد منهم الحاج هو كمان واحد منهم نعرف الله واحد فردا فردا طيب حضرتك استاذ مونير حضرتك من ليحة الجبل ينطفد أنت مسؤول ما كانت خبير الجبل نعم أنا عن دكتور يونس يوفي اللي هو الدكتور اللي نزيل وضلوا معرب الثورة ووقف صوت الحق هذا صوت الضمير لا أحزاب صوت الضمير اللي قاعدة ثلاثين أربعين سنة بالسلطة بعربع سنة بدون يعملون نشيه اللي معملون نشيه دكتور بلد عبد الله طيب لاش عطيتون الفرصة أنه يفرقوكم لشانزموكم ويربحوا عليكم أنا من نسبة العلم ما بصوتلون ضميري ما بصوتلون من الدكتور بلد عبد الله شو حيكي من طيار الوطن الهار شو حيكي شو عملتونا بالأربع سنة سعملتونا وقت الاتفاق الطائف ورجعتو الاتفاق معنى شي شو عملوا الأحزاب كلها من دون استسداء كل الأحزاب هاودي اللي بتلتك على الطاولة هاودي تحت الطاولة شي فاقوا الطاولة شي وصلت فكرتاك شكرا شكرا أستاذ مونير دكتور عبد الله تفضل باختصار يعني الصوت العالي والتهاجر ما بفيد تفضل أيضا كان يناقش بالمنطق وأنا بتمنى بتصور مش مطلوب إلغاء لحدا اليوم بلبنان يعني حجم الأزمة على الأرض تطلب تكاتف الجميع برجع بقلك أنا لا نحنا في نلغيه ولا نفي إلغونا والصورة موجودة بكل تنواها وكل تشتتها إذا بدك حتى هلأ مين فيت على الثورة مين تصلى على الثورة هي موضوع تذي أنا ما نتمنى شغلته تعاطب هالوضوع بس أنا بدي كون واضح بس هو الأهم مين دفع لشر ذم أنا أنا ما بديت مش شغلته هذي فيه فيه قضاء في دولة هذي بيسووا هذي الموضوع بس أنا بتصور آخرت الشي نحنا ماننا نسيج لبناني بديوله شغلتين أول شي مش نحنا جددنا لرياض سلامة بس عملنا هندسة مالية لأحد البنوك إنه فيه حدا هلأ قال إنه والله دفعنا عنه وإلى آخر هي يمكن استغل هذا الشخص استغل هذا الشخص لحتى يفتع المشكل وتم تفادي هذا المشكل وتصور وانتهت عن هذا الموضوع فرميد اتهمات في هالطريقة بتصور أنا كنت بتمنى على الأستاذ غسان اللي يسلوا فترة بتتعاطي بالعمل العام نرتقي شوي يعني أنا بفهم بخصام سياسي بس إنه استخدام هالتعابير وقابر شمول قابر شمول عليهم أكتر ما علينا قابر شمول الاستبزازة للعمل الطريقة اللي مفات فيها ما بدي يفتح الجروح أنا مني بصدد افتح أي جرح حلاء بالعكس أنا عمقول نحنا يمكن كل واحد مننا على طريقته حريص على العيش المشترك كل واحد مننا على طريقته بيعتبر الشراكبة هتكون ماشي الحال بس على الأقل شحن الغرائز بدون شيء هذا نظام طائفي بقيت بدون شيء نحنا عملنا نظام انتخابي إذا بدك رجعنا خمسين سنة لورا صرنا مناطق وطوايف وعائلات أحيانا للأسف يعني هذا الشحن أنا رأيي بلجحنا كمسطوط زيادة نعم بس خسرنا بلد خسرنا بلد وإنت إذا بتراجع هلأ منصوب الخطاب الطائفي المذهب بهالأربع سنين قداش ارتفع هذا نظام تعرفي إنه هيدا الانتصار اللي بيتبرو يمكن الزميل غسان هيدا انتصار لتحسين تمثيل حسن التمثيل بيكون نايم وأكد الحب للسلطة أحسن ما يزعج كلام بشهوة السلطة ولكن خسرنا بلد نعم استاذ غسان نرات سريع